قيمة اتخاذ القرار في عالم تأخر الإنجاب دي قيمة كبيرة جداً هي المسألة أشبه بعادلات هندسية شغل عقلي يحتاج إلى مجهود وربما يحتاج إلى خبرات ويحتاج كمان إلى ترجيح كفة عن كفة الكلام ده مهم جداً الحقن المجهري من أهم المودالتز لعلاج تأخر الإنجاب وأي واحدة هتامل حقن مجهري أكيد نفسها أن ربنا يكرمها وتحمل من أول مرة وتحقق حلم الأمومة نجاح أي شيء ليه أسرار ومن أهم أسرار الحقن المجهري تجهيز الزوجين قبل ما نبدأ في خطوات الحقن المجهري تأخر أو تأثر حيات المنوية وعادة حيات المنوية بقى موجود بشكل كبير جودة البوايضة سر كبير من أسرار نجاح الحقن المجهري البوايضة دي ربنا خلقها مش أي حيات المنوية يتجوزها مش أي حيات المنوية يخترقها فالحيات المنوية كويس بس هو اللي هيخترقها لكن في الحقن المجهري حتى يعني لو أنا اخترت حيات المنوية وكنت مضاقت جداً في اختياره وكان فيه جزء من التشوي وحقنته بالعافية داخل البوايضة ممكن أن ينتج عنه حامل مشوعة الحقن المجهري حدث سعيد المفروض عشان نحقق حلم الأمومة فمش لوجيك أنه ننتهي بحاجات مش حالة فمش لوجيك أنهم ميجوا في طب الحالات الحالة بالضبط أهلا بيكم النهاردة يوم مهم جداً في عالم مهم عالم مسير عالم فيه الكثير جداً من العلم وأيضاً الكثير جداً من قيمة اتخاذ القرار قيمة اتخاذ القرار في عالم تأخر الإنجاب دي قيمة كبيرة جداً هي المسألة أشبه بمعادلات هندسية شغل عقلي يحتاج إلى مجهود وربما يحتاج إلى خبرات ويحتاج كمان إلى ترجيح كفة عن كفة الكلام ده مهم جداً يعني مثلاً في سيتيواشن معينة هنعمل تدخل الكيس الموجود على المبيض ونشيل الكيس المتسبب في ألام بتاع بطنط رحم المواجر ولا سنترك الكيس لأنه ممكن يؤثر على مخزون المبيض هنلجأ إلى التدخل بالحقل المجهري بعد شهرين ثلاثة من الحمل لأنه سن المرأة ربما يكون يؤثر على مخزون المبيض ولا هنمشي على البروتوكول أو على القانون الكلاسيكي في الانتظار لمدة سنة كاملة مثلاً الترجيح كفة القيمة الفائدة بالنسبة للزوجين ده شيء مهم جداً وخصوصاً يا جماعة إنه في عامل كثيرة جداً دلوقتي بقت تؤثر على قدرة المرأة والرجل على الإنجاب عامل قد تبدو كمان متطورة أو جلبها لنا الزمن هذا الزمن الذي يجلب لنا أشياء لم تكن موجودة في الكتب ولم تكن موجودة من ربما حتى 18 سنين يعني مثلاً دلوقتي ريبورتت جداً إنه تأخر أو تأثر حيات المنوية وعادة حيات المنوية بقى موجود بشكل كبير بقت العوادم السيارات التلوث البيئي بيؤثر على الاتنين على رجل وست كمان التوتر عامل التوتر وزيادة التوتر وبيئة التوتر اللي بقت خصبة تؤثر على الاتنين رجل وست تب تخيلوا بقى إن في تقارير جاية مربطة ما بين اضطرابات النوم وتأخر الإنجاب على الرجل وست ده حامل كتير قوي المستجدات التكنولوجيا الجبارة المناية اللي على عينه ده الموبايل ده وهو ده تكنولوجيا جبارة أثرت على قدرة الرجل لأنه بيأثر على النوم وتقريباً برضو الأشياء اللي طالعة منه بتأثر على الرجل وست فحاجات كتيرة دلوقتي فرضت نفسها على هذا العالم اللي زي ما بقول اختيار وتوقيت اختيار القرار مهم جداً 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 تعالوا النهاردة عنواننا ده القرار عنوان مهمة قوي لكن حق المجال ده عالم يسير وعالم ممتع والديسكشن فيه دايماً بيسير شهياتي الإعلامية العلمية ضيفي العزيز القيمة الألمية المتميزة واسمي لامع في هذا البجال والحقيقة ما شاء الله عمل جدي وعمل مكتهد جداً في متابعتنا ووجهنا دعوة نتمنى أن احنا إن شاء الله نوفق فيه رصد الكثير من الأحدث في هذا العالم في عالم الحق المتالي ضيفي العزيز هو طبعاً دكتورة عمر عديل استشاري الحق الميجاري وعلى تأخر الإنجاب وصاحب دكتورة النساء والتوليد وتأخر الإنجاب وصاحب درجة الزمالة المصرية في عالم أو في أمراض النساء والتوليد وزميل الكلية الملكية لجراحي النساء والتوليد من لندن وزميل الكلية كلير موند للمناظير الفرنسية وزميل واستشاري طب الجنين بكل طب بجامعة القاهرة والمدارب المعتمد من جامعة هارفرد أمريكية أهلا بيك دكتورة أهلاً أهلاً منورنا منورنا والحقيقة نبوعد الناس بتجربة مجسمة لكل ما يتعلق بالحق الميجاري النهارة إن شاء الله لكن عايز أبدأ بسؤال مهم جداً كلمة نجاح الحق الميجاري الكلمة دي لها وزنها وعلى الأذن وخصوصاً كل من يتأخر في الإنجاب لكن هذا النجاح له أسرار فأنا هبدأ بكلمة أسرار نجاح الحق الميجاري تمام طبعاً الحق الميجاري من أهم المودالتز لعلاج التأخر للإنجاب وأي واحدة هتعمل حق الميجاري أكيد نفسها إن ربنا يكرمها وتحمل من أول مرة وتحقق حلم الأمومة نجاح أي شيء ليه أسرار ومن أهم أسرار الحق الميجاري تجهيز الزجين قبل ما نبدأ في خطوات الحق الميجاري كتير من الحالات بيتيجي بيبقى نفسها هنا تعمل الحقن على طول نتيجة إنها متأخرة في الحمل بقالها سنوات أو إن الزوج هيسافر بس ضروري جداً إن احنا نقيم الأمور كويس ونعمل إفالويشن كويسة جداً للزوج وللزوجة لإن ده بيعلي نسب حدوث الحمل بشكل كبير جداً يعني مش منطقي إنه يبقى في حالات عندها مثلاً ارتشاح في القنوات فالوب زي الصور اللي احنا جايبينها الوقتي ارتشاح زي التهابات مزمنة في قناة فالوب فده نفس الصورة اللي قدامنا دي ده التضخم الأسوة دوت ده قنوات فالوب دي المفروض نحنا ما نشوفهاش في جهاز الصنار لما بيبقى فيه التهاب مزمن بتبدأ الارتشاحات دي تنزل في تجويف الرحم تؤثر على التربة اللي احنا هنزرع فيها الأجنة فتخليها غير صالحة للزراع وبالتالي بتقلل فرص حدوث الحمل حتى بالحقن المجهري المفروض الحالة ديت ودي صورة ملتقطنة عندنا في المركز قبل ما تعمل الحقن المجهري بنعمل لها فتحة صغيرة خالص عند الصورة اسمها منزار بندخل بنعمل فصل للأنبيب قبل إجراء الحقن المجهري عشان نرفع نسب حدوث الحقن المجهري أفتكر برضو من ضمن الحالات اللي احنا شفناها كتقييم جيد للزوجين قبل إجراء الحقن المجهري كان فيه واحدة فيه فشل متكرر في الحقن المجهري ومن ضمن الفحوصات اللي عملناها كان هرمون اللبن هرمون اللبن كان عندها عالي جدا بدل ما ندي علاج لتصبيت هرمون اللبن عملنا أشعة رانين مغناطيسي على الغدة النخامية إما رؤية على السلاتيرسكا لقينا فيه ورم صغير موجود فيه الخلايا اللي بتفرز الهرمون اللبن في الفص الأمامي ما أخذناش ما بدأناش على طول في إجراء الحقن المجهري ولا عملنا جراحات ولا حاجة لأن الحاجات دي الحمد لله بتستجيب للعلاجات بنسبة كبيرة جدا خضعت لكورس علاج مكثف لفترة وتابعنا بالتحليل وبأشعات الرانين لغاية لما الورم انتهى تماما وأجرينا الحقن المجهري وربنا كرمها وحمل طبعا التجهيز مهم جدا سواء تحليل سائل منوي للزوج أو السونر المهبالي ثلاثي الأبعاد للزوجة تحليل الهرمونات أي حاجة محتاجة أنها تتضبط زي مثلا ورم ليفي داخل الرحم أو زائدة لحمية حاجز رحمة زي ما هنتكلم بعد شوي الحاجات دي كلها لازم طبعا تتضبط كويس قبل ما ندخل الحقن المجهري وأنصح كل زوجة أنها ما تستعجلش في الحقن المجهري يعني إحنا متأخرين في الحامل ثلاثة أربع خمس سنوات ما جاتش فيه كام شهر دول نقدر أن إحنا نعلي نسب حدوث الحامل على قد ما نقدر تجهيز أهم شيء دايما زي ما أهم من العمل تضبيط العمل نفسه تمام هبدأ بي السؤال الأول فيما يتعلق بالحيوان المنوي كيف نختار الحيوان المنوي المناسب للحقيم تمام طبعا قبل ما نختار الحيوان المنوي إزاي نجهز الحيوان المنوي أحيانا بعض التحليل بتاعت السؤال المنوي بيبقى فيها مشكلة بنحتاج أن إحنا ندي كرس علاج للزوج لمدة ثلاث شهور أو ست شهور كتجهيز زي الأنتي أكسنانس المضادات لأكسادة وهيرها بتحسن من جودة الحيوان المنوي وقدراته على إخصاب البويضة بعد كده إحنا طبعا عندنا الإجزي اللي هي اللي هي الحقن المجهري المعتاد نحن بنكبر الحيوان المنوي 600 مرة عندنا في المعمل في دكتوري الأجنة عشان أنه يقدر يفحصه كويس الرأس الميت بيس الزير يقدر يشوف الحامل المشوه يستبعده عشان نقدر أن إحنا مش ما يحصلش حامل المشوه بس يحصل حامل كمان ونرفع نسب نجاح الحامل المجهري لا الوقت كمان في الإمزي والإمزي ده مش الوقت بس ده بقاله فترة كبيرة كمان إمزي اللي هي نحن بنقدر نحن نكبر حامل المنوي أبطل أكتر من 6000 مرة بقى كبير جدا نقدر أن إحنا نلتقط أي تشوهات نستبعد الحامل المنوي ده عشان نقدر نرفع نسب نجاح الحامل المجهري هجي للسؤال المحرق زي ما بيقوله فيه سؤال محرق كده سؤال متعلق بالسن دايماً السؤال ده محرق يعيني والسؤال ده عايزين نحط تقيمك لتأثير السن على النجاح الحامل المياري طبعاً هو كان زمان إحنا كنا متخيلين أن سن الزوجة بس هو اللي بيأثر في نجاح الحامل المياري وكان طبعاً الرجالة متطمنين جداً يقول إحنا سيبتين سنة بنخلف وما فيش مشكلة لا الوقتي للأسف الموضوع اختلف شوية الكلية الملكية في إنجلترا حطت لميتيشنز شوية لسن الزوج وللزوجة يعني سن الزوجة لو أكتر من 35 سنة بيأثر على جودة البويضة نسبياً والزوج كمان لو أكتر من 40 سنة بيبدأ يأثر على جودة الحامل المنوي نسبياً شوية إنما يعني طبعاً ده هيأثر على نسب النجاح لكن مش معناها إن إحنا مش بنعمل حقاً مجهاري يعني أزواج 45 سنة و50 سنة نعمل لكن إزاي نقدر إن إحنا في بعض الحالات اللي فيها حيوانات منوية غير قادرة على إخصاب البويضة إن إحنا نرفع نسب نجاح القدرة الحامل المنوي على إخصاب البويضة فيه تحليل ممكن نعملها بقالها فترة اللي هي SDF اللي هي الـ Sperm DNA Fragmentation Test اللي هو تكسر المادة الوراثية وده بيبديني فكرة عن البروجنوزز بتاع قدرة الحامل المنوي على إخصاب البويضة فأنا أفتكر حالة كان فيها فشل متكرر في الحامل المجهاري وعملوا أكتر من مرة وفيه حاملات منوية يعني الزوج صحيح هو كان ميل فاكتور يعني كان المشكلة في عدد الحامل المنوية لكن فيه عدد موجود وبتم إخصاب البويضات وفيه أجنة موجودة الأجنة جودتها مش حلوة قوي وبالتالي مش بيحصل حامل الحالة دي إحنا ديناه كرس علاج لمدة ثلاث شهور وبعدين يوم سحب البويضات أخدنا عينة من الخصية سحب اللي هي واشتغلنا بالحاملات المنوية من الخصية مباشرة مش من السائل المنوية وربنا كرم الحالة دي وكمان أنجبوا طفلين توقم فطبعا ده حاجة مزهلة وبتزود نسب النجاح بشكل جميل جدا المغزون المبيض برضو كل ما بتخوف كتير من الستات أكيد أكيد لأن مغزون المبيض ببساطة يعني عدد البويضات وجودة البويضات في المبيض متعلق أكيد بسن المريضة لكن أحيانا متشوف مريضة سنها كبير يعني أربعين سنة والمغزون بتاعها كويس جدا عشان كده احنا ما نفعش نحكم على حد من السن فقط يعني سن ده فاكتور لكن عشان نقيم مغزون المبيض لازم أن احنا نعمل سنار في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من الدورة سنار مهبالي بنبص على عدد البويضات في كل مبيض ونشوف العدد ده لو عدد كافي يبقى المغزون مبدئيا كويس أحيانا بنعمل تحليل اللي هو الـ AMH اللي هو تحليل اسمه الحالة الوقت بيتعرفها مغزون المبيض بنعمله في أي وقت مش محتاج صيام مش محتاج يوم معين في الدورة بيديني فكرة عن مغزون المبيض طبعا تجهيز البويضة اللي هي سر من أسرار نجاح الحقن المجهري مهم جدا والحقيقة هو مش بيبدأ من المغزون بس بيبدأ من قبل ما نبدأ الحقن المجهري يعني تخيل يا دكتور أيمان أن وزن الحالة بيفرق جدا في جودة البويضة الزوجة الزوجة طبعا وزناها نفسه بيفرق في جودة البويضة ومش الوزن بس الحقيقة احنا بنعمل معادلة الوزن والطول اللي هي الـ Body Mass Index لو زاد عن معامل كتل الجسمها يعني بالضبط كده لو زاد عن معدل معين ده بيقلل فرص حدوث الحامل لأنه بيأثر على جودة البويضة البروتوكول بتاع التنشيط وده يفرق طبعا الدكتور الشاطر اللي يستخرج البروتوكول الكويس وجرعة المنشط المناسبة متابعات التبويض مش بس كده اللحظة الفارقة اللي أنا هاخد فيها القرار إن الحالة دي خلصنا كده متابعات التبويض وهندي الحقن النهائية اللي منسميها اللي هو الحقن التفجيرية اللي هي بتعمل Final Maturation التسويق النهائية عشان نحدد سحب البويضات تفرق جدا اختيار الساعة واللحظة دي مهمة جدا في جودة البويضة افتكر كان عندي حالة سنها 41 سنة وكان المخزوم بتاعها متواضع يعني L-MH كان 0.9 تقريبا الحالة دي اتعملت حقن مجهري كذا مرة وكل مرة البويضات اللي بتتسحب جودتها سيئة جدا وبالتالي مش بيكملوا الحقن المجهري الحالة دي أخدت مجموعة من العلاجات زي الانتي اوكسنس مضغطات الأكسادة لمدة 6 شهور أجرينا الحقن المجهري اخدنا جرعة متواضعة جدا من المنشطات ومش زي ما الحالات فاكرة ان المخزون القليل ده تاخد جرعة كبيرة لا مش شرط نوصل للمكسيمم دوز بتاعت المنشط جرعة متواضعة وتابعنا التبويض ربنا كرامها افتكر الحالة دي سحبت 9 بويضات 9 بويضات كانوا ممتازين واحنا طبعا يهمنا جدا مش عدد البويضات اللي احنا بنسحبها لا جودة ونطج البويضات اللي احنا بنسحبها وتكون لها جنينين ممتازين نقلناهم حاملة في جنين وربنا كرامها طبعا جودة البويضة سر كبير من اسرار نجاح الحقن المجهري وعلى فاكرة البويضة جودتها دي بتقرر فعلا في علم الاجنة او علم المعامل وبيعرفوا يحددوا نوع البويضة او درجة جودتها دي كل بويضة بتاخد عندك رمز طبعا طبعا يعني احنا ام 2 او الميتافيز 2 ام 1 ام 2 ده اللي هي النطجة البويضة الكويسة اللي جاهزة ان انا احقن الحين ما انا فيها على طول ام 1 دي الاقل منها الاقل نطجا وممكن نسيبها شوية في الحضانات لغاية لما تنضج تبقى ماتيور ونبدأ ان احنا نحقنها في حاجات تانية بقى الجي في والأتريتك والكلام بس اللي همنا اللي احنا بنعمل في المعمل الستاتيستيك تطيقنا الماتيوريتي اندكس بنعملها على الام 2 والام 1 تمام هبدأ بقى لو احنا قربنا من يعني اليوم الموعود اللي هو التعامل مع حالة الحقنة الميجالية ومدأنا نمثل ايه اللي بيحصل بطبط لانه بيبقى الزوجين حندوم برضو شغف وتخوف وتخوفات كتيرة حول اللي استبس الخطوات فهبدأ بالأول بأول حاجة في يوم التعامل مع الحقنة الميجالية وهو سحب البويضات صح كده؟ تمام تمام اليوم بتاع سحب البويضات قبل ما بندخل بالمريضة العمليات عشان نعمل سحب البويضات بنطلب من الزوج ان هو يجيب الكب بتاع السائل المنوي عشان فحصه الأول عشان نبقى متطمنين ان في عينة سائل منوي جيدة معنا بعد كده الحالة طبعا بنبقى مدينها ارشادات انها تبقى صايمة وهندخل العمليات هي عملية سهلة خالص بنبدأ بتنام المريضة زي كشف النساء العادي خالص وباستخدام السنار المهبلي وبنبدأ بالبروب ده اللي بندخله بتاع السنار المهبلي ودي المريضة النايمة وبنبدأ ان احنا نستخدم قبرة السحب بنحطها على البروب والحالة بتاخد بنج كل سريع وبندخل بيه البروب بتاع السنار المهبلي داخل المهبل لغاية لما نوصل بنبدأ ندخل الإبرة في المبيض ده المبيض ونبدأ نسحب البويضات الحقيقة الخطوة دي نفسها فيها تركات مهمة لأن ساحب البويضات بنوصل النحية الثانية بتاعة الامبوب بالشفات الشفات ده اللي بيسحب لي البويضات حقيقة الشفات ده لو قوي قوي زيادة عن لزوم ممكن يدمر البويضات ولو بطيء جدا ممكن يسحب المياه بس اللي حاولين البويضة ويسيب البويضة فده مهمة قوي من ضمن التركات المهمة بعد ما بنسحب البويضة من المبيض ده بنلف للمبيض الثاني ونسحب منه البويضات ونخرج طبعا كل بويضات بنسحبها بنوصلها للمعمل عشان يفحصها ويقول لي عدد البويضات وجودة البويضات الموجودة المجسم اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة ده يمثل المهبل وعنق الراحم والراحم وقنوات فالوب زي بانتو شايفين والبويضاء المبيضين على الليل والمبيضين بالضبط كان واللي فيه البويضات وطبعا معلش نقول بس تاني قدام الكاميرا كل حاجة من دي ايه ايه ده ده السنار المهبلي ده البروب او اليد بتاعت السنار المهبلي اللي احنا بندخلها فيه المهبل اثناء حتى الاشعة المهبلية العادية في العيادة عندنا وده الابرة بتاعت السحب ابرة بسيطة خالص بنحطها على جهاز السنار باستخدام جيد معين وبعد ما بندخل فيه المهبل بنبدأ الابرة دي بنوجهها نحية المبيض بندخل في المبيض بنسحب ده كله اندر سنار تحت السنار طبعا طبعا ما هو السونار ده ده بيتوصل على المونتور بنشوف على المونتور الصورة دي بنشوف زي السادة المشاهدين بنشوف المبيض بيبقى كبير وجوال بويضات وبنشوف ان احنا بنسحب ايه بالزبط طبعا لازم يبقى تحت ألترا ساونت جيدة طبعا ما فيش فيها كلام وبعد كده بنخرج بالبروب وبالإبرة دي خالص الحالة تقريبا بناخد فيها حوالي عشر دقايق وبعد كده الحالة بتقوم بالسلامة بعد ساعة تقريبا بتروح وبتاخد الإرشادات الخاصة بسحب البويضات حيث بقى تقريبا نأكد عليها الشفات اللي حضرتك قلته ده هو فين الشفات طبعا الطرف ده بتاع الإبرة بيتوصل بالشفات وطبعا الشفات ده هو هو السكشن هو اللي بيسحب البويضة والسائل اللي حوالين البويضة فطبعا كل حاجة كل استيب بنعملها في العمليات فيها تركة وفيها حاجة مهمة لازم تتعامل عشان نرفع نسب نجاح الحقن المجاري قصة مش ان احنا نسحب بويضات وخلص لأ أسحب بويضات وتبقى كويسة وانا ضيجة لما تسحب البويضات كل ده بيتمقى في عملة سحب البويضات القرار بيكون بتاعك بعد كده بتاع فريق العمل هتعمل حقن المجاري ولا تعمل أطفال أنميب صح كده؟ أو طبعا ايه الفارق بينهم؟ فيه ناس كتير مش عارفين الفارق بينهم هم لاتنين حاجة واحدة من البداية يعني المفروض ان احنا بعد ما بنسحب السائل منوي عينة السائل منوي وبنسحب البويضات الحياة المنوية لو انا اخدت خمسين لمئة ألف حيوان منوي حطتهم مع بويضات في قنبوب عندنا في المعمل وسبتهم يتجوزوا بعض ده اسمه أطفال الأنابيب يعني حطيت حياة منوية مع بويضات وهم اتجوزوا بعض إنما لو انا أخدت البويضة الممتازة وأخدت الحيوان المنوي الممتاز وحقنت الحيوان المنوي داخل البويضة تحت المجهر المكبل لإن احنا مش بنشوف لا البويضة ولا الحيوان المنيوي بعينينا نشوفها تحت المجهر لو انا حقنتهم تحت المجهور طبعاً ده ليه سيتيوشن وده ليه سيتيوشن يعني أحياناً الحالة ما تبقاش عارفة اتعمل لها إيه أحياناً نفس الحالة دكتور أيمن بنعمل لها الاتنين بنعمل لها مزيج ما بين الطال الأنابيب والحقن المجهاري خاصةً الحالات اللي بيبقى فيها عدم إخصاب للبويضات غير معروف السبب أو فشل متكر للحقن المجهاري دي اللي قيمة وده اللي قيمة هنعملها يعني الحتة اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي حتة مهمة قوي لأنه الناس مثلاً تقولك طب ما احنا نعمل الحقن المجهاري ده ده أعظم حاجة أو أفضل حاجة لا ده في قيمة الأطفال الأنابيب أحياناً تكون وتتفوق على الحقن المجهاري طبعاً لأن الأطفال الأنابيب فيها ميزة شبه الحمل العادي لأن فيها الناتشرال سيليكشن اللي هو البويضة دي ربنا خلقها مش أي حيوم منوي يتجوزها مش أي حيوم منوي يخترقها فالحيوم منوي كويس بس هو اللي هيخترقها لكن في الحقن المجهاري حتى يعني لو أنا اخترت حيوم منوي وكنت مضاقق جداً في اختياره وكان فيه جزء من التشوي وحقنته بالعافية داخل البويضة ممكن ينتج عنه حمل مشوهة إنما لو نفس الحيوم منوي ده سبته مع البويضة مش هيقدر يخترق البويضة مش هيخترقها إلا الحيوم منوي الجيد فأحياناً بنعمل مزيج يعني according to the case نفسها دي محتاجة حلقة محتاجة حلقة كاملة بس حالك شرحتها يعني جميل جداً بس محتاجة برضو حلقة عشان نبين قيمة أطفال النبيب التي ربما ظلمت جنبها جبروت الحقن المجهاري بالضبط بالضبط هروح بعد ما خدت اللوقتي بقى عندي بويضة مخصبة جنين صح كده؟ هحطه في الحضانة دي الخطوة المهمة قوي الحضانات عالم رهيب كلمني عن الحضانات الحضانات طبعاً بوزء كبير من نجاح الحقن المجهاري يعني أباوة 60% من نجاح الحقن المجهاري في الحضانات تطور مذهل طبعاً وتكنولوجيا عالية جداً في الحضانات في حضانات ثلاثية الغازات الوقتي في حضانات الامبروسكوب إحنا النس يعني مش هتستوعب قوي الكلام ده إلا ستات البيوت اللي هم بيعملوا الكيك في البيت المفروض أنها في الكيك ده المفروض أنها بتفتح عليه كل شوية عشان تشوف الكيك استوى ولا لأ هي كده بتبوز الكيك نفس القصة في الحضانات العادية إحنا بنتطر كل شوية نفتح الحضانة ونطلع الأجنة نحطها تحت الميكروسكوب عشان نتطمن الأجنة كبرت حصل فيها انقسام حصل لقدر فيها الرئيس توقف في النمو إنما الحضانات الزكية الوقتي لا أنا ما بنتطرش أفتح الحضانات هي أوريدي متصورة تحت الميكروسكوب والريبورت جاهز وببص من غير مفتح الحضانات أكيد نسب نجاح أعلى بكتير ما بعرضش الأجنة لتغير في درجة الحرارة والرطوبة والكلام طبعا الحضانات ومعمل الأجنة الممتاز اللي بيقدر أنه هو يحقق الكواليتي كنترول الكويس لنجاح الحقن المجهري جزء كبير جدا من نجاح الحقن المجهري في الامبلوجيس اللي بيعملوا الهندلينج للأجنة والبويضات والحيانات المنوية وللحضانات طبعا هرجع الأجنة بقى الخطوة دي خطوة مهمة مش هبوز الطبخة طبعا على آخر لطب ارجع الأجنة ارجع الأجنة هي أهم خطوة في نجاح وسر كبير من أسرار النجاح الحقن المجهري وهي الخطوة اللي احنا تكون عندنا جنين ممتاز وعايزين نحطه داخل رحم كويس ارجع الأجنة أولا هي حاجة سهلة جدا احنا بنقول للحالة بعد اليوم الخامس أول حتى في بعض الحالات اليوم السادس الأجنة بقت كويسة بنقول لها معاد حضرتك عشان تشرفينا في المركز اليوم الفلاني بتيجي مش محتاجة انها تاخد بنج كلي لان حاجة سهلة خالص زي كشف النسا نفس الصورة المكت اللي احنا بنشرح حالية دوت ده الرحم وده المهبل بنعمل زي كشف النسا بالزبط وبنحط الأجنة في أسطرة رفيعة جدا 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 وبناخد الأسطرة الرفيعة ديت وبندخلها داخل تجويف الرحم في مكان معين داخل تجويف الرحم وطبعا باستخدام الصنار لازم نبص احنا حطين الأجنة فين كان زمان بيتنقل الأجنة blinded كده يعني من غير منامل صنار ولا حاجة لا الوقت لازم ultra sound guided لأن ارجع الأجنة في مكان معين داخل الرحم بيزود نسب حدوث الحمل بشكل كبير جدا طبعا ده بيقضنا لأهم فاكتور من أهم عامل من عوامل نجاح الحمل المجهري اللي هو الرحم التجويف اللي انا هحط فيه الأجنة الرحم ده لازم نكون مجهزينه كويس يعني الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي صورة سلاسية الأبعاد برضو عندنا في المركز ده عبارة عن زائدة لحمية اندومتريال بولب ازاي هنزرع أجنة والزائدة اللحمية دي موجودة هدقنا مستحيل طبعا هيحصل حمل ازاي في صورة بعدها برضو نهاردها ده حاجز رحمي ده برضو سنار سلاسي الأبعاد برضو عندنا في المركز في صورة برضو بعديل دي حاجز رحمي آخر الحالة دي جات لنا المركز وكانت مستعجلة جدا في الحقن المجهري طبعا عملنا سنار سواسي الأبعاد قبل إجراء الحقن المجهري وقلنا لها لازم نشيل الحاجز الرحمي ده قبل ما نعمل الحقن المجهري وهو سهل جدا استخدام منظر رحمي منظر رحمي بيخدش عشر دقايق ربع ساعة لأ مش هعمل المنظر الرحمي قلنا لها ان ده حيفرق جدا في نسب حدوث الحقن المجهري قالت لأ مش هعمله فخلاص عملنا الحقن المجهري نقلنا الأجنة وما حصلش حمل فلما ما حصلش حمل سات ربنا ان احنا كان عندنا أجنة فائدة وكنا جمدناها ما نقلناش الأجنة بقى إلا لما عملنا المنظر الرحمي عملنا المنظر الرحمي شلنا الحاجز الرحمي نقلنا الأجنة بعدها بثلاث شهور وربنا أراد ان يحصل حمل ده طبعا حاجز رحمي كامل واصل من السقف الرحم لغاية أنخ الرحم من تحت برضو الحالة أخرى فطبعا تجهيز الرحم اللي هو الأرض اللي أنا بحط فيها الأجنة مهم جدا وسر مهم جدا من أسرار نجاح الحقن المجهري أسئلة سريعة شوية يعني وعش برضو أنا لازم أغطي كم منطقة كده مهمة بس كل واحد من الأسئلة اللي جاية دي تحتاج إلى حلقة لوحدة السؤال اللي بيفرض نفسه قوي في بعض الأحيان نحتاج إلى تجميد الأجنة حضرتك قلت في كلامك تجميد كذا مرة تجميد قمت وإيه في خدمة الحق المجهري بلغتي الأوروبا كلها بتجمد بايذاوي يعني أنا الدكتوراه بتاعتي في تجميد الأجنة في نقل الأجنة المجمدة وده التخصص الضقيق تجميد الأجنة طبعا شهد تطور هائل في خلال السنوات اللي فاتت تجميد الأجنة يعني لو ربنا كرم حالة وطلع لها عشر أجنة ممتازة هل هننقل العشر أجنة؟ مش لوجيك طبعا يقص حاجة من نقلها جانينين مثلا طب والثمان أجنة دول هنتخلص منهم؟ لأ بنجمدهم طبعا التقنية في تجميد الأجنة بقت مزهلة جدا اللي هي الفيتريفيكيشن بقى حاجة ممتازة جدا يعني زي ما بنجمد الأجنة لما بنجي نفك الأجنة بعد شهر اتنين سنة اتنين بنلاقي جودة الأجنة هي نفس جودة الأجنة طب يفرق معنا في حاجة طبعا بدل ما نعمل حق نمجهاري من الأول خالص ونصرف مصاريف كتير ونشكشكة حقا كتير لا بوفر علينا مصاريف ومجهود كبير جدا لأن احنا حنيجي على خطوة نقل الأجنة بس حنفك الأجنة وننقلها فطبعا فرق كبير جدا يا دبتر أيني السؤال المهم الآخر قيمة الفحص الوراثي للجميع فحص الوراثي البيجي دي أو البيجي اس احنا أحيانا في بعض الحالات أعيز أتعمل حاجة اسمها سيكس الليكشن أو اختيار نوع الجنين مثلا عندها بنتين ثلاثة ونفسها في ولد فقبل ما بننقل الأجنة بنعمل لها فحص وراثي بناخد خلايا من الجنين بسخدام الليزر سواء في اليوم الثالث أو في اليوم الخامس طبعا يفضل في اليوم الخامس يكون الجنين نضك أكتر والهارم على البيبي يبقى أقل كمان ونعمل تحليل وراثي ونشوف ذكر أو أنثى أحيانا بيبقى سبب تاني لو في بعض الأمراض الوراثية في أمراض وراثية منتشرة في عائلات معينة فالزوجة لو قالت أنه عندي مرض وراثي معين فهنعمل البي جي دي أو البي امبلانتيشن جينياتيك دياجنوزز بنعمل تحليل الجين البيز ده في الجنين ده ونشوف لو موجود في الجنين ده نتخلص منه طبعا مش لوجيك أنه إحنا ننقله وبننقل الجنين السليم أحيانا في بعض الحالات التانية بتبقى عايزة تعمل حاجة اسمها بي جي أس بقى اللي هو برنامج جنين سليم إن إحنا بنعمل تحليل كروموزومات للأجنة قبل ما ننقلها نشوف التحليل الكويسة الأجنة السليمة ننقلها والأجنة المش سليمة ما ننقلهاش لكن لي بعض الدروباكسي يعني قصة البي جي أس ده الحقيقة الحوار معك ممتع لدرجة يعني أنا مش عايزه ينتهي والمميز جدا في هذا الحوار إنه منظم بطريقة يعني غير تقليدي ربنا يعني يعني فعلا أنا أحييك على درجة التنظيم اللي أنت مشتنا بيها والاستعدادات الجميلة والشرح الرائع جدا اللي أعتقد إنه وصل لكل الأزهان مغم اختلفت الثقافات ما فيش حد النهاردة بعد النص ساعة دي يعني هيفوتوا أو هيفشل في إنه يفهم أساسيات الحقل الميز لكن فوستاز الأساسيات في 500 حاجة يعني إحنا النهاردة استطلعنا الأمور لكن مثلا هتلاقيني بيكلمك عشان أدعوك لدعوة اللي إحنا نتكلم بقى على حاجات داخل راح يمتعوق الحقل الميجاري يعني عايزين نتكلم علىها بالتفصيل عايزين نتكلم على البطنطة راح من المهاجرة مع الحقل الميجاري الإيه الجديد في التعامل مع الستيویشن بتاعتها عايزين نتكلم على البي جي دي والبي جي اس بالتفصيل إن شاء الله دي خيمة مهمة وعايزين نتكلم على تجميل الأجنة بالتفصيل عشان نتفادة إن السته تدخلش في أوفر سيميوليشن أو هايبر سيميوليشن ستورور دي حاجات مهمة وعشان ما نشوفش في العناية المركزة حالات جاية بإن شاء الله ما نشوفش إن شاء الله هي الحقن المجهوري حدث سعيد المفروض عشان نحقق حلم الأمومة فمش لوجيك إن إحنا ننتهي بحاجات مش حالة مش لوجيك إنهم يجوا في طب الحالات الحالية الضبط أنت لو وقتنا وعسعتنا قيمة علمية متميزة وإسم لامع وما شاء الله نظام يعني مبهر جدا ومذهل في الشرح والتفصيل وفي الترتيب وتفنيد الأمور في عالم معقد جدا عالم زي ما أنا قلت في بدايته ترجيح كفة عن كفة يحتاج إلى علم وعلم تفصيلي ومعرفة دقيقة جدا بظروف كل حالة هذا هو العلم المفصد تيلور سيرابي يعني كل حالة كل كابلز اللهم تفصيلة خاصة جدا ضيف العزيز الخيمة العلمية المتميزة والإسم اللامع اللاسس الدكتور عمرى عديل استشاري الحق المجهري وعليك تأخر الإنجاب صاحب دكتوراه النساء والتوليد وتأخر الإنجاب صاحب درجة زمالة المصرية في أمراض النساء والتوليد وزميل كلية الملكية لجراحي النساء والتوليد بلندن وزميل جامعة كليرمونت المناظير بفرنسا وزميل واستشاري طب الجنين بكلية طب جامعة القاهرة والمدارب المعتمد من جامعة هارفارد نورت وشرقته أبدعتك العالم شكرا دكتور عيم أشكرك شكرا جزيلا على قولك دعويتك أخليكوا دايماً معنا سحابة السبب الأساسي للسمنة المفرطة السبب الأساسي مش الأكل كتير بس قبل الأكل الكتير القعدة الكتير الراحة الكتير كل أنواع جراحات السمنة المفرطة الهدف منها إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة إذا كانت موجودة وتحسين اللايف ستايل السمنة تعطل الإنجاب بسرعة واضحة جداً بتعمل تجالس من المبيض والأخبطها في الهرمونات ويعني تأخر في الإنجاب بسرعة واضحة جداً البنات بيبقوا مهزومين نفسياً البنت اللي وزنها كبير فعلاً ما بتبقاش عايزة حتى تتصور مش عايزة تحضر مناسبة مع صاحبتها أو بتبقى عادة في البيت ما بتشوفش الشمس أيها الناس خلي بالكم من عيالكم أنتوا أو مناء عليهم ده فيه ناس والله بتبعث الحاجات الأدوية تقول تعالى خود الألاج لجريمة لا يقابل ما بقابلش العين أصلاً هو التلفون كده أو فيه حاجة اسمها كده ترصى انقاص الوزن هو علاج لتأخر الإنجاب انقاص الوزن هو علاج عشان يزبط الدورة الهرموناية مرة أخرى للبنت اللي عايزة الدورة بتاعتها تبقى منتظمة عايزة بقى عندها صحة إنجابية مضبوطة لازم تنزل وزنها أنا أتمنى إن احنا نعمل منظار معدة تشخيصي لكل الناس قبل عمليات السمنة لأن في حال عدم عمل منظار معدة تشخيصي من قبل العمليات بتتفاجئ إن انت تلاقي عندك فاتق في الحاجات الحاجزة يا إما تكون سكر من النوع التاني وهنقايم ده بقى بستيب بتاعت والفاصل انجنس والليفل والهومة والانتيجاد كل الحاجات اللي بتاعمل لتقييم المريض إنت نوع تاني هتبقى من أكثر الناس حظاً لأن إنت هتخلص من السمنة وهتخلص من السكر في عملية واحدة بس اللي هي تحويل المصار لو هذا البرنامج نجح بس في محاربة السمنة يباحنا قدمنا شيء عظمي اشتركوا في القناة